اذا كالشباب عاملين ايه جتلكوا النهاردة بفيديو جامد جدا عشان كلكو حرفيا في الفيديو اللي فات طلبتوا مني جوزء الثاني من المحتوى الرائج على التيك توك فانا قررت ان انا نفذ طلبكم ومش هزععلكم بصراحة فما تنسوش بقى ان انتو تفرحوني وتعملولوا لايك وتشتركوا بالقناة واكيد ان انتو تصلوا على النبي قبل ما نبدأ الفيديو طيب بفيديو النهاردة انا حرفيا دخلت على المنشن اللي اكتر تريند انتو بعتهم لي يعني اكتر حاجة جايبة فيوز يعني ممكن اقل فيديو منهم 10 مليون مشاهدة 15 مليون مشاهدة فلازم يبقوا فيديوهات تحفة عشان يجبوا الارقام دي اصلوا معلش يعني انا فيديوهاتي مش بتتخطى ل 10 تلاف مع انها تحفة بوفتيكة ما بالك بقى لو اجابت 15 مليون فده معنا ان الفيديو ده جامد جدا جامد طاحن يعني فبس احنا هندخل نتفرج على الفيديوهات دي وربنا نستر بصراحة انا مش مجهز ولا اي فيديو يعني انا هدخل على حاجات اللي انتو مانشنيني عليها وهشوف انتو مانشنتوني علي ايه وبس يلا نبدأ طول عمري شاعري بيوو كده وانا نفسي شاعري يكون فيوو كده فهم هو انا مش فاهم ايه الفيو والبيو ده بس الفيديو ده جايب 9 مليون مشاهدة يعني لازم يبقى فيديو جامد بوفتيكة تغير ان هو جايب اصلا اكتر من ربع مليون لايك فهو لازم يبقى يعني طاحن واحنا عارفين اسرقة بصراحة فيديوهاتها دايما بتبقى حلوة يعني فاحنا هندديها امل عشان ليه لأ بس برضو انا مش فاهم ايه الفيو والبيو دي لسه مش فاهمين قصدي حاولتك كل الطرق احاول شعري اللي ستريت ده الكيرلي ومعرفتش هو الاحسن ان انت متعرفيش اصلا هو الشعر ده لايك عليك يعني يعني كل الناس اللي شعرها كيرلي بتحلم انها هتخلي شعرها ستريت ودايما بتلاقي شعرهم عامل زي المقاشر خربانة الا بعض الناس اللي بتبقى مقتنع عن شعرها جامد بس انت شعرك حلوة يعني مش فاهم تبقى واضيه انا بصراحة مش عارف ديو جيت نظر انا بصراحة مش عارف ديو جيت نظر انا بعد اخر مرة دي اعتقد ان انت كان لازم ما تفكرش ان انت تخليه كيرلي تاني يعني انت هتقتنع ان الشعر الستريت لايك عليك وخلاص اصلا النتيجة دي تقرف اه معلش انا مش عارف اوليه بس ايه فعل المحشة نلم الجزء اللي فوق ونجرب في الجزء اللي تحت عشان لو شعري باز تبا حتة مدرية شوية لازم نلبس الجوانتي عشان نعمل العملية الموضوع مش سهل احنا هنستخدم الجهاز ده سخن مولع انا اول مرة اشوف الجوانتي ده يعني انا مش عارف ايه ده يمكن الطبقة الغنية عندهم حاجات احنا اول مرة نشوفها في حياتنا يعني انا اول مرة بجد اشوف الجوانتي ده مش عارف ايه الفكرة ان ثلاث اصابع يتدفوا واثنين لأ محدش يكلمني يا اما دي حاجات بنات انا مش فاهم فيها بس انا هنعمل سكيب اصلية اصلا حاجة بنات وانا مش فاهم فيها ده شعري واذي مش كيرلي تاني انتولين ما نشنيني على الفيديو ده مرتين ممكن افهم يعني حد يغنعني ما السبب برضو عملت ماشي 14 مليون مشاهدة اكيد في فكرة يعني يا اسراء بدل ما تجيب الأجهزة دي والله انت تتقبل شكلك وخلاص بدل ما تضيعي فلوس وتحرق شعرك يعني انا شايف ان هو حلو بصراحة مش عارف ايه الاقتناع البايزة عندكم ان شعرك ووحش مع انو والله نص الناس لشعرها كيرلي حلو ونص الناس لشعرها ستريت حلو يعني دايما الانسان لما يتقبل شكله بيبقى حلو هول مرة اللي فاتت احنا مش شفناش النتيجة فاحنا المرة دي حنصر على نفسنا ان احنا نشوف النتيجة رب نخلص واحد ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية اوكي هيا تقريبا بتعمل تريند الارقام اصلها تقريبا يعني هي هو انا مش عارف لو هي واخدى بقى لها بس هي عملت تريند الارقام من قبل اصلا ما هيتعمل سبع شهور ولا تمن شهور يعني بس لو كانت شغالة دماغة شوية كانت تبقى الاول واحد عمل التريند ده فيعني مش عارف انا مش عارف ازاي نفسيتها ما اتدمرتش بعد ما شافت شعرها اللي تلع مع البتاع ده كده كأنه متقطع يعني انا عن نفسي زعلت عليها والله بس النتيجة برضو مش كيرلي ده وفي بس يالله ننزل مفروض ان انا خارج انا وانتي ولد وبنت مع بعضينا ولا انزل طب احنا خارجين اهو ممكن افهم ليه الفيديو ده جاي باربع مليون مشاهدة يعني حد يفهمني بعد اذنكو عشان انا هبدأ يجيلي صدمات اللي فوق تلاتاشر مليون واربعتاشر مليون وانه ماشي ده ربع مليون ليه؟ اما الاتحشي ده بيعمل ايه؟ بلبس العيد اللي هو هلابسه جاي يقعد معنا انا افتكرته هيطلع اخوه بصراحة يعني انا قلت اه حسين اللي عايزهر دلوقتي لأول مرة اشوف حد اول مرة اشوفه انا مش عارف مين البنت دي واول مرة اشوفها واضح ان هي حد غير مشهورة على تيك توك يعني بس يالله بقى اسكيب برضه عشان ليه؟ انا مش عارف اقولي ايه يعني الفيديو بجد 14 ثانية ليه جيب اربعة مليون مشاهدة يا جماعة والله العظيم انا بتعب اكتر كان في زمان ولد رسام مسكن وكمان غالبان انا لو حسين تلعب الفيديو ده انا هيجيلي صدمة ارتجالية انتو فعليا حلبتو الولد او مش حلبتوه انتو عشان تعودوا مع بعض لازم تجيبوا واحد ثالث معاوك انا متفاهم بس ليه دايما حسين؟ كان عندو احلاب تجيرات عشان اصدمكو انا معرفش من البنت اللي معادي ولكن مش عارف ليه حاسست ان هي مشهورة قوي اصلي يعني مش منطقي اي فيديو هيا ظهرة فيه بيجيب ارقام خالية انا متفاهم اللي حسين مشهور كانت وصلة وغانية وبتغير منها بطماء ونادية زي صريحكم ان صوتكم معفن يعني هل انتو هتزعلو لو قلتلكو صوت بتاعكم معفن قوي ولا مش هتزعلوه يعني انا صوتي معفن انا عارف فانا ببقاش شهد انها صوتي معفن بس انتو صوتكم معفن برضو دي حاجة ما تزعلش صح؟ ماريا كمان هي كانت حلوة اخوك عايز يكلك انا حاسو عايز يقوم ينفخك ده شعره من كترة هو ماسك لصدمة بتاعته وقف تحسهم كهرب كده من الصوت والله العظيم سيب علي ايه مش هارف اقولكو ايه حرام عليكو يا شباب ايه ده؟ هو ايه اللي بيحصل ده يا جدعانة ولا انا شفته صح؟ الله اخرب بيتي ايه اللي انتو عملت ده يا بيتي؟ كنت مخنونة ولا متخلفة ولا في حاجة في دماغك؟ المراض المراض اللي حمل انا نفسي افهم مين فيهم اللي طلع على الفكرة الغريبة دي؟ انا بجد لازم اعرف الفيديو جايب 20 مليون مشاهدة ونصف مليون لايك ليه؟ حد يفهمني يعني حمل ببلونة اول ايه؟ ده منشون عايزة تسقطيها؟ بتضربها بطناها ليه يا بيت؟ رد يا مجنونة عنو دلونة مش حامل فاردع فاردع لبوس انا خلاص اعلن ان انا كرهت نفسي يعني انت اتعادتي من بالو ولا ايه ممكن افهم؟ هو بالو عضويته منتشرة اوي كده؟ يعني هلو انت ظهرتوا معاه بفيديو؟ مش عارف اقول ايه يا والله بس ليه؟ عشرين مليون مشاهدة انا لحد دلوقتي مش قادر اتخطى والله يعني انا نفسي اجيب مئة الف مشاهدة انتو اه يا شباب والله مش عارف اول ايه بجدد انت مش طبع ايه يا بيت انت؟ انت مجنونة فيه عجب ادماني فين ابوكي فين امك فين اهلك انت؟ انا اول مرة اشوف حمل بالشكل الغريب ده يعني بعدين ايه بصت الحربية اللي انت بتبوصيها دي؟ حضرتك انت حامل ببلونة والبنت طرقعتها مش عارف؟ يعني لو مكنتش حامل ببلونة كان ايه اللي هيحصل؟ انا نفسي انسى اللي انا شوفتو دلوقتي باترد علي يا بيت انت ايه بيت ما؟ خلاص وصل لبين اخلاص كفاء مشاكل انت عينها متخلفة بتقويسها؟ يوه مش حامل دلونة دبوص فردق ما احنا فهمنا والله يا بنتي بس اللي انت عملتي ده ايه عاقة؟ انا مش فاهم يعني لو مكنتش حامل ببلونة كان ايه اللي هيحصل؟ يعني ايه شعورك لو لقتي كده؟ مش حارف ايه اللي بيحصل يا جدعان بس ده ايه دي يا عاقة؟ انا مش حارف اقول ايه؟ انا اتعصبت الفيديو ده رفع ضغطي من اول 40 ثانية فيه ايه يا لوبنا خير في ايه؟ من الناس اللي انت خدتوا قافة معهم دود؟ ادويا بيقوا دلونة ددوس مش حامل تضحط على دودها ما انا متفاهم ان هي بتضحك عليه بس بتضحك على اساس ايه يعني؟ هي بتنفخة كل يوم سيكا اكتر وتقول له اه شوف ابنك بيتحرك طب هو زي ما اخدش باله معلش يعني ممكن افهم؟ يا جدعان والله العظيم الافكار دي بيطلعوها من الحمامات بلا من اللي بيطلعوها منين؟ انا متأكد ان احنا عملنا رد فال او ري اكت على الفيديو ده فاحنا كده كده مش هلازم نعمل عليه تاني تقدروا ان انتو تشوفوا الفيديو بتاع مبارح احنا عملنا عليه ري اكت وبس كده نكون صناعة الفيديو اتمنى يكون عجبكم ما تنسوش ان انتو تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة عشان ما تبقاش حاجة ونوصل نصف مليون متابع وبس اشوفكم على خير ومن تنسوش ان انتو تشتركوا بقناتي الجيمينج عشان نزلتلكو النهاردة فيديو جامد جدا نزل بالنفس الوقت بتاع الفيديو ده يعني لما انت خلصت الفيديو ده فهو قريدي نازل روح شوفو هتلاقي برضو مثبت فقولت عليكم مثبت الفيديو مضحك فشخ وبس اشوفكم على خير سلام